من سنين كثيرة كانت تناقش ونازلت تناقش القضية الاحوازية ولعله من المعلومة جديدة للمشاهدين ان اول مؤتمر يقام للقضية الاحوازية في المنطقة العربية كان في مصر وفي عهد الرئيس مرسي حكومة مرسي كانت تؤيد الثورة السورية ودول الخليج تؤيد السيسي والسيسي يؤيد النظام السوري ودول الخليج تؤيد الثورة السورية القضية قضية مبادئ الدكتور لو كانت المبادئ ثابتة لاستقام الأمر والعلي هنا أتكلم بروح تيار المحبة ومبادئ تيار المحبة الشاعر يقول نصحتهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدي نحن لسنا بحاجة لهذا البيت مصر أمامنا كشعب تونسي مصر أمامنا لسنا بحاجة لهذا البيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد إذا لم يكن لإرادة الشعب التونسي والي يدافع عنها أو سواء الشعب التونسي أو الشعب السوري أو الشعب المصري إذا لم يكن لها والي يدافع عنها فإن روح تيار المحبة يقف يدافع عنها ولعلي هنا لفخامة الرئيس المرزوقي لا يجتمع المتنازعون الآن في القصور والقعات المكيفة اجمعهم في قرية تونسية تعاني من حرارة الطقس ونقص في الخدمات وقل لهم والله لن تخرجوا إلا إذا اتفقتوا والله سيتفق في خلال ثلاث ساعات للأسف يا أخ محمد اليوم قلت في الأخبار أنه في جريدهم الجرايد أنه لما راحوا الجزائر بعض الرؤساء الأحزاب قالك كانوا يتناقشون حتى على احتمال تغيير الرئيس المرزوقي وعزله واستبداله بالسيسي آه سوري بالسبسي فهي المشكلة ولعلي هنا وشيد أيضا يا دكتور بموقف الرئيس المرزوقي عندما قال لن أسلم الرئاسة إلا إلى رئيس منتخب أنا أقول لهم انظروا يا عرب كيف فعلت فتح بفلسطين عندما اجتمعت في كام ديفيد واجتمعت في قهات أوسلو ولعلي هنا أذكر أيضا تصريح لمساعد للقذافي قال هو صراحة قال كنا ندعم الفصائل في لبنان ندعم المتنازعين ندعم هذا وندعم هذا فنرجو أن لا يحسن النية بالجميع وأنا أقول الشعب الجزائري جار خير وأؤكد على هذا لن تفخر تونس بأن لها جار مثل الجزائر وتفخر السعودية لو كانت جارة الجزائر لكن دعوا الشعب التونسي يقرر أنتم جئتم بهوى الشعب التونسي ولا بد أن تعودوا لشعب التونسي حتى يقرر قراره شكرا يا دكتور شكرا أخي محمد ربي سلم ناخد شوية أغريدات وبعدها نرجع للمشروع حكام